منذ أكثر من ثلاثة أشهر تتأرجح الولايات المتحدة على حافة الهاوية المالية بسبب أزمة رفع سقف الدين والتخلف عن سداد ديونها مطلع الشهر المقبل ووسط خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الدين دع رئيس جو بايدن الاجتماع في البيت الأبيض الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمة لتجنب السيناريو الأسوأ ودع إليه القادة الأربع البارسين في الكونغرس وهم رئيس مجلس نواب كيفين مكارتي وزعيم الديمقراطيين في مجلس نواب حكيم جيفرس وزعيم الأقلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إضافة إلى الزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل خطوة جاءت في أعقاب إطلاق وزارة الخزانة تحذيرا عاجلا إلى الكونغرس من أن النقد المتاح قد لا يكفي لسداد التزامات الحكومة بحلول يونيون مقبل ويتوقع أن تشهد المحادثات مواجهة حامية في ظل إصرار بايزن على أنه لا يتفاوض في شأن رفع سقف الدين ومطالبته بمناقشة خفض الميزانية بعد المصادقة على سقف جديد ويشترط البيت الأبيض أن لا يمس أي خفض في الإنفاق يطالب به الجمهوريون ببرامج الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري وأن يتجنب فرض ضرائب جديدة في المقابل يهدد الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب بعدم زيادة حد الدين ما لم يوافق بايدن على خفض حاد في الإنفاق الفيدرالي أولا ويعتبر الكونغرس مسؤولا عن تحديد سقف الدين والذي يبلغ حاليا أكثر من 31 تريليون دولار ومنذ عام 1960 تم رفعه 78 مرة ومع نفاذ الوقت وفي حال لم يتحرك الكونغرس لتوسيع سقف الدين فإن الولايات المتحدة ستكون مهددة بالتخلف عن سداد التزاماتها وهو أمر قد يثير الضعر في الأسواق المالية ومن ثم في الاقتصاد العالمي في وقت يحاول فيه العالم بأسره تخطي الوقوع في الركود